لم ينفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني فيما يقول إنها الفرصة الأخيرة للاتفاق النووي مع إيران تصريحات تظهر وكأنها مراوحة بالمكان بالنسبة للرجل الذي أعلن مراراً نيته فسخ الاتفاق النووي مع إيران لكنه على التأكيد لم ينسحب منه تاركاً لزعماء الاتحاد الأوروبي الذين أظهروا مراراً تمسكهم به مهمة إصلاح العيوب وإضافة ملحق تريد الإدارة الأمريكية أن يفضي إلى تجديده يتضمن إضافة بند الصواريخ الباليستية وفرض عقوبات على إيران إذا واصلت التدخل في شؤون جيرانها وأنشطتها التي تعدها واشنطن إرهابية بالمقابل وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظري في التحذيرات الأمريكية بأنها محاولات يائسة من قبل ترامب لتقويد الاتفاق النووي مع بلاده قائلاً إنه لا يمكن عادة التفاوض عليه في وقت جددت منصقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني حدثها بأنه يحقق أهدافه ولا مجال للتراجع عنه بالتزامن مع ذلك فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية وتستهدف العقوبات أربعة عشر فرداً وكياناً من بين المستهدفين رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لارجاني بسبب ما وصفها البيت الأبيض بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران على خلفية التظاهرات الأخيرة هذه التظاهرات التي يبدو ترامب ملتزماً بدعمها في تصريحاته أيضاً بعد أن أخذت زخماً داخلياً وخارجياً شعرت طهران على إثرها بتهديد لوجودها وعليه تحركت مجدداً للطلب من الاتحاد الأوروبي بالاستبرار بدعم الاتفاق النووي الذي بدى لها فرصة تتأمل منها الانتعاش الاقتصادي لتهديئة الاحتجاجات ضد نظام ولاية الفقه بينما يتذرع ضامن الاتفاق بأنه يوقف سباقاً محتملاً للتسلح النووي في المنطقة لا وبليجعل العالم آمناً ولو على حساب الشعب المقبوع في إيران والدول التي استباحتها حروب طهران التوسعية